انتخب مجلس النواب رئيسه الجديد وأعضاء المكتب الدائم خلال جلسته الافتتاحية للدورة العادية فقد حسم النائب عبد الكريم الدغم المنافسة على موقع رئيس مجلس النواب بعد فوزه على منافسه النائب نصاري الجيسي بواقع 64 صوتا مقابل 58 كما فاز النائب أحمد الصفدي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتسكية بعد انسحاب النائب حسين الحرسيس من الترشح لهذا الموقع موقع النائب الثاني لرئيس المجلس فاز به النائب هيثم زيادين وفي كلمته عقب فوزه برئاسة المجلس قال عبد الكريم الدغمي إنه سيعمل على إعادة الهيبة لدور النائب ومحاربة الشلالية والمحسوبية والدستوري قبل ذلك كله سأعمل معكم وبكم على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت حدت من صلاحيات النائب وسنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لدور النائب ليست لي منفعة شخصية ولا أنا بصاحب أعمال وليس لدي أي عمل أقوم به سوى أن أقوم بقيادة هذا المجلس إن شاء الله إلى بر الأمان وسأحارب الشلالية والمحسوبية بالتعاون الوثيق معكم وبكم